ديكتاتوري آخر يحل محله مستبعدا بناء دولة مدنية مدانة بغداد تدعم فكرة عسكرة الشارع العراقي الذي قال أنه عن الكثير من الظلم والاستبداد من جراء العسكرة حذرت المرجعية الدينية في النجف الأشرف أنه بعد عشر سنوات من سقوط النظام السابق فأن الأخيرة لا تعرف إلى أين يتجه العراق وفي حين شددت المرجعية على ضرورة التخرق بحكمة لحل الأزمات دعت المسؤولين العراقين إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب المظلوم الذي كان ولا يزال يعاني الظلم والحرمان واتهم نجل المرجع البشير النجفي أحد المراجع الشعية الأربع الكبار الشيخ علي نجفي في تصريح صحفي السياسين العراقين بتغليب مصالح المالية والحزبية على مصلحة البلد محذرا من استمرار سيطرة المصالح الحزبية والمالية على المشهد السياسي إلى جانب الافتساد المالي والإداري ستسبب في أن يقوم بلد بهذا القائمة وصل الرئيس الفرنسي فرانسو أولند إلى الدار البيضاء في زيارة دولة تدوم يومين لتوطيد علاقات بين فرنسا والمغرب وهي الأولى من نوعهم ذو وصوله إلى الأنزاء وجاءت زيارة الرئيس الفرنسي فرانسو أولند بالمغرب بناء على دعوة من الملك محمد السادس في إطار زيارة يرتقب أن تقوي أشكال الشراكة بين الرباط وباريس وسيبحث للجانبين قضايا عربية ودولية عالقة من ضمنها قضية السلامة في الشرق الأوسط والحرب في مالي كما سيشغل موضوع الصحراء الغربية حيزا هاما في مباحثتهم وإلى باكستان حيث قال مسؤولنا في الشرطة أن مهاجمين ألقوا قنبلة يدوية على سيارة قول أفرادا من قوات الأمن المركزية الباكستانية في كاراتشي جنوبي البلاد فتسبب بما لا يقل عن أربعة مسؤولين وإصابة ستة آخرين وأكد المتحدث باسم الشرطة الهجوم وقع قرب مقر قوات الأمن المركزي في كاراتشي كبرى مدن باكستان عاصمة ولاية السند جنوبا وعلن المتحدث باسم طالبان الباكستاني أحسن الله أحسن مسؤولية الحركة قائلا أن الهجوم استهدف القوات الأمنية لأنها تستهدف الحركة وتعود كاراتشي مسرحا للهجمات المسلحة والعنف الطائفي في السنوات الأخيرة الجولة الأخبارية انتهت وهذه عودة إلى سندوس شكرا لك وجدان مشاهدين كرام استراحة قصيرة ثم نعود ترجمة نانسي قنقر يا سليمة ما لعينيك وبالي شكرا لك ورمتني فعصابت مقتلي يا سليمة يا سليمة ما لعينيك وما ليك قد ذكرنا قد ذكرنا عهدكم من بعدكم فتعللنا بأنفاس الشماء وانقضى العهد جميلا 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 يوم صدت زينب أدلالا 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 كان منها أملاء أمار 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 شاهدين الكرام إذا كانت هذه مقدمة لضيفنا لصباح النهرين في الستوديو صباح النهرين لهذا الصباح يوقع مطرب المقام العراقي حسين إسماعيل الأعظمي بمناسبة الذكرى الأربعين لرحلته الفنية كتابه الطريقة الزيدانية في المقام العراقي وأتبعها وكان ذلك في السادسة من مسائل 2-1-4 في جلوري الأورفل كان الحفل قد تحدث فيه الأستاذ حسين الأعظمي كما تكلمنا عن الطريقة الزيدانية في المقام العراقي وأتبعها إذن الآن نرحب في ضيفنا في الستوديو صباح النهرين الأستاذ حسين الأعظمي يسعى صباحك شكرا جزيلا يسعى صباحك يعني بداية نهنيك على توقيع هذا الكتاب يعني ما الذي يميز هذا الكتاب الجديد عن باقي الكتب الأخرى التي تم توقيعها في السنوات الماضية والله يبدو لي أنه هذا الكتاب الطريقة الزيدانية في المقام العراقي وأتباعها هو يعني خاتمة الكتب المقامية يعني أكو غير كتب بس بالنسبة للمقام العراقي هو هذا لأنه أصبح خاتمة الكتب اللي كملتها أكون أنا بهذا الكتاب قد أكملت موسوعة المقام العراقي اللي تكونت حوالي من ثمان كتب أو سبعة كتب متسلسلة يعني اتكلمت بها كل ما يعني المقام العراقي من محاور يعني ما خليت محور ما تكلمت عنه خلال هذا الكتب وطبعا وكل كتاب يعني يقترب من الأربعمائة صفحة وإن شاء الله يعني هناك جهة لبنانية أخرى قد أتفق يعني وياها على طبع هذه الكتب في مجموعة كاملة تحت اسم جديد هو موسوعة المقام العراقي المجموعة الكاملة على شكل مجلدات بأجزاء بالتك يتحصير أكثر من جزء لأنه عدد الصفحات كثيرة الحقيقة فأولا اختارت موعد صدور هذا الكتاب في الذكرى المئوية لوفاة المطرب الشهير أحمد الزيدان صاحب هذه الطريقة فاكتبت الطريقة الزيدانية في المقام العراقي نعم يعني كما نرى الآن هذا يعني جانب من الاحتفالية احتفالية التوقيع التي كانت في واحد أربعة 2013 في غالري الأورفلي حضره عدد من الشخصيات طبعا التي شاركت ويعني عدد أيضا من القنوات الفضائية غطت هذا الحدث بالإضافة إلى المفكرين ومن هم مهتمين فعليا بالمقام العراقي والأعتقد لا يوجد أحد مهتم في المقام العراقي عن بعد أو عن قرب يعني بنفس الوقت أيضا الآن مشروعك المشروع الخاص بك يعني في تدوين تاريخ المقام العراقي إلى أين وصل تحديدا؟ والله هي هذه الكتب يعني اللي تكلمنا عنها هي بالتأكيد بها الجانب التاريخي أيضا يعني خاصة أنا أعتقد يعني اكتبت هناك بحث آخر ما ذكرت خلال هذه الكتب اللي من ذكرت الآن هو البحث اللي قدمته لمنظمة اليونسكو عام 2002-2003 وفزت بي بجائزة الماستربيس العالمي اليونسكو عام 2003 هذا البحث يعني نطية صورة تاريخية بحيث اليونسكو بعثوا لي رسالة مقتنعين تماما بالاستنتاج والتحليل التاريخي للمقامات العراقية طبعا على ضوء مصادر أيضا يعني ليس فقط استنتاج شخصي وإنما مصادر أيضا فالعملية التاريخية موجودة ضمن الكتب أساسا يعني جانب التاريخي بالتأكيد لابد أن نتحدث عن الجانب التاريخي فأنا أعتقد اقتران التجربة العملية بالتجربة النظرية وأنا أيضا مدرس ويعني تاريخي يعني معروف بالتدريس تدريس المقامات وتدريس موسيقى كذا ولحد هذا اليوم في الأردن أنا أدرس لكن المسألة اقتران العام يعني التجربة النظرية بالتجربة العملية شيء مهم للغاية يعطي العمق الصحيح الحقيقي لأن أنا كمطرب أنا أشعر بمعاناة الجملة التي أديها بمعاناة اللفظ بمعاناة المسارات اللحنية هذا يجي بسهولة بالنسبة للحنجرة فلان جملة ما تجي بسهولة كذا هذه المعاناة كلها تنطي مفهوم جيد وعميق للحديث عن نظريا عن المقامات العراقية يعني اللي ما عنده تجربة عملية فعلا يعني ما أعتقد النظري فقط يعني ينطينا المعلومة الكاملة يعني يقود إلى الاستماع وحفظ فتول إلى الاستماع طبعا طبعا فالاستماع إلى المقامات شيء مهم أيضا من قبل المتذوقين يعني هذا شيء مهم أيضا تجربة رائعة يعني المتذوق لمن يستمع دائما وأيضا يقرأ أيضا حيقرب وجهات نظر كثيرة في فكرة في ذهنه حول هذه المقامات التاريخية نعم برأيك الكتب الخاصة في المقامات قد يعني تسد نقص معين في المكتبات العراقية والعربية في هذا المجال أكيد بالتأكيد أنا أعتقد هناك كتب كثيرة صدرت عن المقام العراقي الحقيقة وكتب قيمة يعني جيدة لبعضهم يعني لأساتذتنا القدامة الله يرحمهم وبعضهم زملائنا يعني الموجودين حاليا كتب قيمة يعني ويعني إحنا كلنا أنا والآخرين من من الوسط المقامي كلنا نريد نخدم هذا التراث الخالد المقام العراقي بأي شكل كان سواء بالكتب بالمقالات بالاستماع بالتعليم بكل شيء كلنا نحن تحت هدف واحد نعم أنت تدون المقام العراقي والكتب في استمرارية وإن شاء الله مزيد من التقدم بإذن الله هل تريد تدوين في الكتب ما اندثر من المقامات القديمة؟ والله إحنا يعني أكون منعطف يعني جهاز التسجيل الصوتي بتكر في بدايات القرن 20 أو أو آخر القرن 19 يعني هذا يعني يخلينا إحنا نعتمد قبل هذا الابتكار بالذات الاعتماد كله كان على المصادر الكتابية يعني إحنا ما سامعين للسابقين قبل هذا التاريخ يعني قبل ابتكار جهاز التسجيل الصوتي إحنا ما سامعين فقط نقرأ عليهم بالكتب فلان مطرب جيد فلان مطرب كذا سوى كذا يعني عملية تاريخية نظرية بحتة نعم فأنا يعني نقدر نقول أيضا قبل ابتكار جهاز التسجيل الصوتي يكون الإنسان بشكل عام سيء الحظ لأنه أصواتهم راحت وذهبت أدراج الرياح لا سجلت لا تدونت لا نقدر نسمعها لا حد سمعها بالنسبة للناس معاصرين ما حسامهم ولكن يعني اللي عندهم حظ جيد جدا أنه بعد ابتكار تسجيل الصوتي جهاز التسجيل الصوتي حظهم جيد لأنه دونت أصواتهم وسجلت واسمعناها والآن يعني الله يرحمهم الأموات إحنا لا نزال نسمعهم وكأنهم موجودين فهذا الابتكار العظيم هو ابتكار جهاز التسجيل الصوتي الذي قورن ابتكاره بابتكار الكتابة في بلاد الرافدين 3200 قبل الميلاد منعطف في البشرية هائل يعني لأول مرة الإنسان يسجل صوته ويستمع إلى صوته ويعيذ ذلك مرات ومرات نعم أستاذ يعني برأيك الآن من هم جمهور المقام العراقي والله الإنسان عدو ما يجهل يعني أنا أعتقد حتى تجربة طلابنا بالمعهد يعني طلابنا كانوا يجون مراهقين يعني دون 18 قبل مثلاً بالمعهد طبعاً يجي ما عندها تجربة بسيط عمر رقم 16 سنة لكن ما أن ينصهر في الدراسة بالمعهد نكتشف حبة وميولة الجديدة لهذه المقامات التي هو رفضها في البداية أو بعيد عنها في البداية فأنا أعتقد كل تراث ليس فقط المقام العراقي أي شيء تراثي وأي ظاهرة تراثية ليس منقوطة من قبل الإنسان الإنسان لا يمقت التراث أبداً ممكن أن يعجبك هذا التراث أو تميل إلى هذا التراث أكثر أو تسلم على مثلاً كذا كذا لكن بشكل عام الإنسان لا يمقت التراث أبداً لأن التراث هناك سبب مباشر التراث صادق مئة بالمئة نعم نتاج شعب نتاج مجتمع ثقافة تاريخ معلومات معرفة معارف هذه كلها تنطي دفع كبير جداً لهيمنة التراث على الشعوب ويسموه أيضاً في العالم عبقرية الشعوب التراث فالمقامات أنا أعتقد أنا مطرب لما أغنيت أنا أغني بأكثر من سبعين بلد بالعالم يعني في كل القارات أكون مكانات عند رحت لها أقول شنون هتو رح يسمعوني وإذا بيه يعني تستقطب ناس أكثر جداً جداً لا تخيل نستغرب يعني فإذن الموسيقى هي أولاً لغة الشعوب ثانياً التعبير الصادق هو الجسر الأقصر اللي وصلنا إلى الجمهور لأنه التراث صادق مئة بالمئة والتراث فيه الكثير من التراجيدية من المأساة التاريخية لذلك الشعب لا بد أن تكون به فالتراجيدية صادقة غير كاذبة كل الإبداعات بالعالم في كل مجال بنيت على التراجيدية نعم بنيت على المأساة لأنها صادقة ولهذا السبب نشوف التراث يعني من أغني في أي بلد يحسون وحتى يقولون في بعض الأحيان هذا صدق هائل يعني يقولون أنتوا فعلاً تغنون تراث نعم يعني اكتشاف آني من جمهور مو من متخصصين من جمهور فإذن هاي تعبير اللي احنا دا نعكس بيئتنا وتاريخنا وثقافتنا ومعارفنا دا نعكسها إلى العالم ودا توصل بأقصر الجسور وهو الصدق في التعبير نعم أنت تعلم أن المقام وقراءة المقام قالب ثابت نعم هل للمقام المعاصي الآن أن يخرجوا هذا المقام من هذا الثبات والله هي كأصول يعني احنا مريد نخرج من الأصول في الحقيقة ولكن هو في داخل المقامات في مجالات للإبداع للإبداع بس دون الخروج عن القالب عن الهيكل العام طبعاً لأن هذا خصوصي خصوصي لأن هذا راجع إلى مجتمع معين إلى تاريخ معين قد يصبح إذا تم خروجه طبعاً من هذا القالب قد يصبح حال بعض الأغاني اليوم التي نعاني منها بضيع نعم نحن شنو نفخر بي نفخر بالمقامات ليس فقط التعابير نعم وإنما الشكل يعني الأصول التقليدية التراثية التاريخية هذه الأصول بنيت بتراكمات حضارية هائلة نعم لتاريخ اللي زمن طويل نحن نجي نفرط بها نعم فالتمسك بها ولكن أسلوب العرض وأسلوب التعبير ممكن أن نعاصر بحياتنا نعم يعني نحن نبني هذا يعني نعم من امتزجت مع الغرب نعم أنا قصدي المقامات الفرعية نعم يعني المطرب يستطيع لأن أساساً هي ارتجالية يعني ارتجال عنصر الارتجال في الغناء موجود فهذا اللي تتجعله يخليه مطلق الحرية أن يبدأ ويجيب مسارات لحنية ربما جديدة أو تعابير جديدة جميلة هذا هو المجال الإبداعي في المقامات أريد أذكر شيء واحد يعني وإن يكون على السريع أنا مرة مرة تبتكرت فد عمل جديد سميته أنغام حرة نعم وجربت ضربت الشكل يعني اللي أنا دا تحدث عنه هو جد مهم أنا ضربت الشكل على الحاد يعني الأصول شلتها بقيت بس التعبير وغنيت قصاعد حرة وغنيت بحريتي دون أنا أتمرن حتى مع الفرقة على المسرح يولد العمل أكيد ولا أتكرر مرة ثانية نعم لأن من أتكرر مرة ثانية أصبح شكل فما يتكرر مرة ثانية لكن ونجح العمل أنا كانت حفلاتي الشهرية في قاعة الرباط ببغداد يعني في التسعينات كنت أشوف يعني الجمهور قام يأتي من مختلف الأعمار هذا شيء مهم أكيد من مختلف الأعمار قام يأتي يعني من الصغار بناتاً وذكوراً ووسط الأعمار والكبار وبدأوا يكتبون لاحظوا يكتبون القصائد شين تختارها قصائد معاصرة بيها غرام بيها غزل بيها كذا بيها حوار بين الحبيب والحبيبة فكنت أشوفهم يكتبون فأجبتهم وحتى أتكر في اليوم المرحوم عادل هاشمي الناقض الكبير مرة أنا دعيتها قل لي هاي حسين شو بسوي أنت يعني شاف نسبة النساء الموجودة بالقاحة سبعين بالمئة قل لي هذا شيء غريب ما صاير ألف زمن ناظر الغزالي كانوا يجون النساء أكثر في حفلات المقامات والغناء البغدادي بالذات فالعملية لكن أنا اتراجعت عن هذا الابتكار رغم شعوري بالنجاح التجربة هي ته ليش ليش قلت أنا حسين العظمي فاحتمال يعني اللاحقين من أدنى شبابنا وطلابنا وكذا رح ياخذون بما أنا أسوي أنا حسين العظمي أعمله نعم فقد أحطم الأصول فعلا أنا بيدي أنا أحطمها يعني ما يصير نعم فيعني خفت على هذه الأصول قد لا يتقن ألف عظم ما تفعله بالضبط يعني نعم وأنا ما سميتها مقام سميتها أنغام حرة لكن خفت ليكون ياخذون هذا الشيء ويتركون المقام ويتركون الأصول التاريخية فبين أكرام ذات أنا عفت هذا الابتكار ونهايته وإلى هذا اليوم بعد مغنيته حفاظا على الأصول للمقام التاريخية نعم هو خوفك على المقام يعني أنت خط التجربة لمجرد طبعا الشعور أنه هناك تغيير ممكن إخراج يعني بعض التفاصيل لكن خفت أنه غيرك ما يعرف يقلد الشيء مثل ما مفروض أن يكون في المقام أقرب المقامات إلى قلبك أقرب مقامات والله أنا عندي عندي توأم سميتهم صبا ونواة على اسم مقامي الصبا والنواة فمقام النواة والصبا مقام النواة يمثل بالنسبة لي كتعابير يمثل ترف المقامات العراقية يعني رقيق للغاية تعابير جميلة متترفة أشعر بيها ومقام الصبا أشعر بيه أشعر بالتعابير الشجية في الحزن وهو حزن الرجال نعم وبكاء الرجال الصبا هو أساسا يمتاز بالحزن بالحزن وفي المقامات العراقية مقام الصبا يعني بكاء الرجال يعني به تعابير عميقة للغاية وجميلة جدا وشجية رغم الحزن الطاغي على تعابير هذا المقام بما أنك كلمت عن الصبا ونواة نختمفها شيء يعني لم يتبقى إلينا سواء يعني تواني نختمفها شيء والله أنا ولو لم يتهيئ من نصبها حياته هو أنا أريد أن لم يتهيئ من نصبها حياته هنا ما يخالب استوانة محمد القبنشي في مقام الصبا أنا أعتقد ناجحة جدا حتى هذا اليوم وإن تكون قديمة يغني بها بأسلوب بغدادي الحقيقة أتراك تعرف علتي وشقائي يا دا قلبي في الهواء في الهواء هذا مقطع من استوانة أستاذنا القبنشي في مقام الصبر أنا سأسامحك ما كملت لأنه سأقول ما متهيئ بس تعرف لما تكون ويايا بالاستوديو وتكون ويايا على الهواء لازم تعرف أنه لازم تكون متهيئ هنا وتسمعنا إن شاء الله نحن ننتظر هذه اللحظة يلا فرصة أخرى إن شاء الله إن شاء الله نتمنى لك مزيد من التقدم مزيد من التطور في كل الميادين وخصوصا المقام العراق بتحافظ عليه كما هو وكما بدأت رسالتك إلى نهاية الرسالة ست سندوس أنا أيضا هو الكتاب يعني من احتفلت به في التوقيع استغليت أيضا مناسبة مرور 40 عام على صعود المسرح لأول مرة يعني رحلة 40 عام المناسبتين احتفلت بيه في يوم واحد مرور 40 عام على صعود المسرح في يوم 23-73 ونحن نسب عام 2013 عبرنا هذا التاريخ بسبوع أسبوعين يعني فتجاوزنا هسته بأيام يعني 40 عام من التجربة الغنائية في المقام العراقي إن شاء الله مزيد من التقدم يعني والدعم إن شاء الله شكرا أستاذ حسين الأعظم على وجودك ويانا في السيديو صباح النهرين لهذا اليوم شكرا جزيلا لك الله يخالدين شكرا إذن مشاهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية الرحلة الصباحية أشكر لكم طيبة المتابعة ألتقيكم لأحد المقبل إلى اللقاء